يا أهلاً وسهلاً مساء الخير يوم جديد وحلقة جديدة من كلام الناس قبل أي حاجة وكل حاجة موسم جديد من كلام الناس في هذا الموسم الجديد من كلام الناس مش بس في التليفزيون هتشوفيني؟ لأ يا مادم هتفتحي الباب هتلاقيني ليه؟ لأنكو حشتيني هلف في مدن مصر وقراها وشوارعها ثاني هلف في مدن مصر وقراها وشوارعها والشوارع اللي جنبنا هنا خبط عليكي أو عليك على الباب وهنسألك سؤال لو جوابته أو جوابتيه صح هتديلك عشر تلاف جنيه ثاني خليك مستعد وراء الباب فجأة هخبط الباب هخبط تفتح الباب هتتفاجئ عادي إحنا كلام الناس ودي أم بسي مصر هسألك سؤال أو هسألك سؤال جوابته صح؟ خدت عشر تلاف جنيه طب ما جاوبتهوش أنت ما جاوبتهوش ولا يهمك أغير لك السؤال وتجاوبه وتكسب عشر تلاف جنيه برضو إمتى؟ الكلام ده هيبدأ من الأسبوع الجاي المسابقة دي من الأسبوع الجاي كل يوم في البرنامج من الخميس للحد خميس جمعة سبت حد أربع أيام في الأسبوع وأنا عارفاك يروح قدبي بتحبي رقم أربع وحشتيني يا مدام والله العظيم وحشتيني والأنسة معينا الموسم ده برضو وحشتيني حشتيني يا أنسة وحشتيني قطك الفؤاني تحتاني وخناقتك مع أخوك السغنن وحشتيني كل حاجة فإن شاء الله موسم جديد سعيد وإن شاء الله العمر كله قاعدين مع بعض موسم يسلم موسم إحنا في الموسم الجديد لا هنتكلم عن الستات ولا هنتكلم عن الرجالة إحنا هنتكلم عن الحوامل أو والله عن الحوامل إزاي وإزاي أنا أهملت وتغافلت الحوامل السنين اللي فاتت دي كلها إزاي أنا عملت كده كتلة الهرمونات المشي على الأرض دي إزاي نستها هزي الكتلة من الهرمونات يعيني المسكينة الغالبينة إزاي ما ديتاش حقها هزي الحامل اللي بتاكل اتنين يعيني إزاي ما أخدتش نصبها من البرنامج ده زي ما غيرها أخد نصيبه ولا أنت تاخدي نصيبك والحامل ما تاخدش نصيبها لا وهي قاعدة يعيني حامل مكتومة كاتمة الكحك أم النتفة النتفة كائن النتفة هذا النونو اللي جاي في الطريق وهيكبر ويترعرع وسطنا إزاي نسناه ونسينا المدام الحامل كنا نقول مدام كده حاف لأ النهاردة فيه مدام حامل حقك علي يا يامو العيال حقك علينا يامو بودي بعتبار ما سيكون إن شاء الله الموسم ده غير كل المواسم بوعدك إن أنا هبهرك أنا عارفة إنك افتقدتيني في أجازتي السنوية بس أنا عمري منسيتك والله مش لو أجازة ده أنا لو طلعت إعارة هفضل فكريك يا روح قلبي كنت بعملك رسالة رسالة ماجستير يا مدام أو الله أنا بعد كده مش هقعد عالكنب اللي وراء دي أقولك فيه دراسة عملوها بره لا لا حشا وكلا هما مش حسن مننا بعد كده أنا اللي هعملك الدراسة بإيدي أعمل هالك بإيدي في البيت وأجيب هالك وأنا جاي الصبح لبرنامج لحد عندك وأعودين على الكورسي ده أقولك أنا عملت دراسة الصبح فيها كذا وكذا ونتناقش أهم حاجة المناقشة وأحطيلك فيها اللي أنت عايزة دراستي بقى أنا اللي عاملها بإيدي نجيب دراسات من بره ليلة لما ممكن نعملها في البرنامج سهلة نحضرها في البيت بالليل تخمر أقولها لك في البرنامج الصبح من هنا ورايح خلي بالك من هنا ورايح اللي يحصل في البرنامج ده علم نفس منطق فلسفة تفلسف وأناقش معاكي رسالتي رسالة الماجستير بتاعتي بإذن الله تسمعيني من هنا ما تخديش وقتها على طول تولدي في السابع على طول من هنا حشتين يا مدام سريعا بمناسبة فوز الزمالك كنت أجزة بقى جاي موسم جديد بمناسبة فوز الزمالك إخواني وأخواتي في الله لا شيء يصعب على الله حتى الزمال كوية ربنا جبر بخطرهم فما تيقسش من رحمة ربنا أبدا اوعى تيقس وانتي ما تفقديش الأمل يا مدام في الواد اللي نفسك تخلي فيه بقلك 21 سنة هتجي بيه وتخلي فيه اللي جبر خطر الزمالك بعد 21 سنة قادر يا كريم يجبر بخطرك يا حبيبتي وبعد تنسي نصحتي من الموسم اللي فات ايه تزوجي الزمالكاوي الزمالكاوي مخلص خد انتي الزمالكاوي المخلص وسبلنا احنا الأهلوي بتاعنا احنا قريب في بعضنا نقطة مش هينفع النهاردة طاول عليكم أكتر من كده أنا نفسي مش عادي أسمع نفسي عادي أسمع حد تاني معانا نجم كبير وفنان كسر الدنيا في رمضان هو بيكسر الدنيا كل سنة وكل ما ينزل في عمل بس في رمضان ما كان فيه حالة كده استثنائية بتحكنا وانبسطنا معاه وأمتعنا بشخصيته والحقيقة أنا بحب أتفرج عليه كفنان وإنسان وهو حالة أنا مش عارفة أقوله هو ما يفعش تقال عليه حاجة هو هو من هو المعلم عينسى الوزان معانا النجم الكبير الحالة الاستثنائية أول حوار معانا معايا معايا أنا نية معايا أنا مش معايا أنا معايا أنا معايا النهاردة النجم باسم صامرة وحوار وأسرار وقصص وحكايات كالعادة قصص وأسرار وحكايات كتير هتسمعوها لأول مرة في كلام الناس